مساء الخير على كل مشجعي ومشجعيات مهارات عظيمة أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا إن شاء الله يا رب أنهاردة تكون الحلقة خفيفة على قلوب حضراتكم نعمل وصفات لطيفة ومازلنا مع حلقات العيد إن شاء الله هنعمل النهاردة لحمة الراس لها محبية وطلبت مننا الحقيقة وطلبت على الصفحة الشخصية فاسمحوني نهاردة هنعمل لحمة الراس وبما أننا عملنا الفتة قبل كده على الكوارع في حلقة النهاردة نعملها للناس اللي ما بيحبوش الصلصة قوي يعني نعمل لهم بطريقة لطيفة ونقدم معها لحمة الراس لإنها طبق محبب جدا هنقول باسم الله وحنبدأ في المقادير بتاعتنا أول حاجة عندي الفتة اللي بلحمة الراس عندي لحمة الراس الأول عندي كيلو من لحمة الراس هعملها إزاي؟ عندي بوكي جرني لها اللي هو بصل متقطع أربعة تربع وجزر مكعبات وكرات وكرفس وورق لورة وحب هام وطبعا للتشويح أنا عندي ممكن أشوحها كده شوية قبل ما أقدمها في معلقة سمنة بصل مفروم طو مفروم عندي طماطم مبشورة وعندي السبع بهرات وملح وفلفل ولو عايزين تدعمه بصلصة ما فيش مشكلة طيب هنتكلم كمان عن الفتة أنا هقول كل المقادير وحنبدأ نشتغل فيها حاجة حاجة لكن لما نيجي وقت الفتة أنا هبدأ دلوقتي فيه لحمة الراس دي شكلها دي لحمة الراس طبعا لها محبيها طبعا ولحمة الراس دي لها فوايد كتير عشان تبقوا عارفين يعني وسعراتها كمان مش عالية يعني دي ميزة فيها برضو هنتكلم عن الفوايد بتاعة لحمة الراس غنية جدا بالبروتين وفيها فوايد كتيرة طبعا الناس اللي بتحبها هتلاقوا حلقة مميزة ان شاء الله مع حضراتكم اللي انت طلبتوها عن اللسان والطحال والفشة بإذن الله هتبقى مع حضراتكم وهتستمتعوا بيها حلقة ان شاء الله تنول إعجاب حضراتكم فوايد لحمة الراس كتير عايز اقول لكو ان هي اصلا غنية بأحماض الأوميجا 3 تخيلوا لحمة الراس دي غنية بأحماض الأوميجا 3 عايز اقول لكو كمان الناس اللي بتاكلها يقولك تشد العصب كده لانها مفيدة للجهاز العصبي وفيها اصلا مضادات أكسادة تخيلوا بقى ان هي كمان فيها فايدة انها بتحمي الحبل الشوكي من التلف تخيلوا اهم حاجة بقى في كده سبحان الله وان هي معتدلة السعرات الحرارية جدا ما فيهاش سعرات حرارية كتيرة بصوا بقى انا بعمل البوكي جارني عندي الكرات وعايز اقول لكو مصدر جيد جدا للبروتين تقريبا 52% منه تخيلوا يعني بروتين عالي ما شاء الله فلحمة الراس دي للناس اللي يعني ممكن تكون مش عارفة عنها كتير طبعا لحمة الراس للبقى لي معروفة جدا فيه ناس كمان بتاخدها في الضاني هحط حبهان هحط كده ورق لورة لازم اطعم كده البوكي جارني اللي هو عبارة عن جزر انا عندي كرات وعندي كرفس حطيته وعندي حبهان دول علشان مع البصلاية عملهم كده بوكي جارني ممكن ادي بس رشة بسيطة كده من الملح ما بحطش ملح كتير في الاول انا هدعم بعد كده وهتبل كل الحاجات الحلوة دي مع بعض رشة من الفلفل كده وهقفل وحسيبها تغلي غلوة واول ما تغلي هبدأ نزل لحمة الراس اسلقها وهبقى مع حضراتكم خطوة بخطوة بإذن الله وطبعا بشكر كل اصدقائي اللي بيسألوا علي علي من خلال الصفحة الشخصية ويطلبوا منينا وصفات من خلال شاشة قناة الاهلي انا طبعا بشكر حضراتكم للثقة الغالية وشكرا لكلمات حضراتكم ودعواتكم الغالية لان القلب وبجد يعني بتمنى من الله انها نعم ربنا يدامها علي يعني تشجيعكم لي ومشاهدتكم ومتابعتكم وكمان عايز اقول لاصدقائنا اللي طلبوا البليلة البليلة احنا عملناها الحمد لله من حوالي اسبوعين كده عملنا منها طاجن البليلة في الفرن علشان هم طلبين يشوفوها فهي موجودة بالفعل حضراتكم دخلوا على الصفحة او على اليوتيوب حتشوفوها ان شاء الله عملنا طاجن البليلة في الفرن وعملنا البليلة بالمكسرات بالطريقة التقليدية بتاعتنا واتكلمنا عن كده خطوات بسيطة نقدر نخلي بالنا منها واحنا بنصلق الامح والحاجات الحلوة اللي احنا دايما بنقع ساعات احيانا فيها كده طيب انا دلوقتي حواري حضراتكم هنا بصوا كده انا هنا سلقة شوية وبحاول اسخانها كمان ان مرأ بيطلع جميل ورايق كده زي ما احنا شوفنا مع بعض عملنا قبل كده الكوارع لما كان معانا ضفتنا سارة الخولي وكانت الحقيقة سبحان الله انا برضو بقول ايه الشخص اللي يبقى ما تجربش حاجة وبعدين يحس انها حاجة كويسة او حاجة حلوة لما يشوفها دي حاجة جميلة وقادي هي لحمة الراس بصوا بعد ما تسلقت تمام بصوا المرأ بتاعها ده رائع انا هسقي منه على فكرة لان انا هابدأ اسقي منها الفتة بتاعتي وخليني كده ايه ابدأ اول خطوات لي في الفتة عايز اجيب كده ايه ساكس وغير احمص فيه بسم الله احمص فيه اللي عيش ده البلدي هنا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اي عيش يتبقى عند حضراتكم لما بيكون عيش بلدي اذا انتم مش من الناس يعني اللي زي حالتي كده بتحب العيش فريش على طول ما بتحبش تاكله متلج او كان في الفريزر وساح الموضوع ده بيضايقني قوي انا باخد العيش لو بات او تفضل فيه رغفين او تفضل فيه رغيف بروح قصة كده مكعبات زي ما حالكم شايفين بالمقصة المطبخ وبروح محمصها في الفرن بعمل تغميسة اعمل بتنجان مخلل اعمل افوكادو وحط عليها شوية حاجات اعمل جبنة بالطماطم اعمل بيبقى جميل قوي كده ناخده لقيمات كده مقرمشة جانب اي حاجة في البيت مش بس شرط ان انا كمان احمصه عشان الفتة فبيبقى جميل جدا ونقدر نستغله في وصفات حلو احنا ما نروح بعض المطاعم بنلاقي دايما انه العيش المقرمش تعالوا ناخد فادية يا فادية يا فادية اهلا اهلا الصوت بعيد او يا ولاد فادية موكد تواطي التليفزيون الفيزا حاضر من عناية الاثنين يا حبيبة قلبي هنزلها لك حالا حاضر عيوني لكي مرسية فادية على اتصالك يا حبيبة قلبي عناية حاضر وحنا ان شاء الله بإذن الله بعد العيد انا عايزة برضو لحاكوا حبيبتي شاركونا هنعمل حلقة علشان خاطر امه اسلام بعد العيد ان شاء الله فطير طلبت مني كمان تاني على الصفحة انبارح الفطير الشرقي هنجيب حد متخصص والحد ده انا يعني ببعطه شكر لانه وقت ما كنا بنصور البرومو هنا في البرنامج كان موجود وكان بيعلمني ازاي الف الفطير وازاي نطير الفطير وازاي نعمل الحاجات الحلوة دي فشكرا لكل حد في مجاله يعني متقلق وما بيأخرش معلومة او ان هو ممكن يفيد غيره او يخلي غيره يتعلمها من غير ما يبقى متدايق شكرا بجد ان شاء الله تنولوا يعني تنولوا اعجاب حضراتكم الحلقة دي بإذن الله بعد العيد هنعملها عشان خاطر حضراتكم معانا ام اسلام يا اهلا وسهلا اهلا بك يا حبيبتي عمي يا اخبار احنا انا لسه بسرتك حالا حالا لسه بسرتي طيب ايه لسه بقول عايزين نعمل حلقة الفطير الشرقي مميزة انا طلبتها منك اه وهجبلك بقى فطاتري ولد شاب بس ولد ما شاء الله عليه وهو اللي عليني ازاي الف الفطير قلت انا عمري ما اعرف الف الفطير ده حبيبتي والله ربنا يا ساعدك حبيبتي في اسلامي بسي قلبي فيه بقى دعاء عايزة تسلم عليكي وتسعيد عليكي اهلا وسهلا يا حبيبتي قلبي تفضل اهلا يا دودو اهلا بيكي الحمد لله يا حبيبتي ازايك انت كل سنة وانت طيبة وانت بصحة وسعادة وعلى كل كل وعلى كل البرو حبيبتي تسلميلي يا روح قلبي انت اكتر والله ودي يعني مفاجأة جميلة منك انا متشكرة جدا اني سمعت صوتك حبيبتي لا والله تقول لنا ورا الشاشة دايما كده حبيبتي عمري تسلمي من ورا يا رب باتصالاتك ودايما مسنددكو ليا يا رب كل سنة وحضرتك طيبة وانت بطيبة وصحة وسعادة يا رب انشاء الله امين يا روح قلبي تسلميلي ويسلم زوءك يا حبيبتي عمري تسلميلي شكرا لك جدا شكرا لك يا مو اسلام والله ما تحرمش منك ابدا المحبة دي حاجة جميلة جدا بشكر ربنا عليها وبشكر حضراتكو بجد عليها وعلى ثقاتكو الغالية بصوا انا حطيت لحمة الراس الريحة حلوة قوي ودي المكان ما هنا تسلقت بقى بصوا المرأ جميل ازاي وريحتها حلوة وطعمها جميلة انا هبدأ دروقتي بسخنها هو مع حضراتكو عشان يبدأ اجهز انا العيش فيه اختيارين ممكن فيه ناس انا بس ما بحبش احط عليه التوم وانا بدخله الفرن بصوا المرأ رايق ازاي لانه ساعات بيتحرق شوية يعني يتلاسوع كده التوم فبيدي تعمه مرر شوية فانا ما بحبش احط التوم مع العيش وهو بيتحمص لكن بحب اعمله في الخطوة اللي بعد كده ممكن دي يتمسح بالسم بس الوش الرغيف كده ويتقص ويدخل الفرن دي مرحلة فاحنا بنقنن من كمية السمنة او ان حضراتكو تحطولو معلقة واحدة ونشوحوا فيها بعد ما بيطلع وهو كده في الفرن بعد ما بيطلع واحنا بنعمله الدقة بتاعة او التشة بتاعة الفتة نفسها نطعمه بالطوم كده ونجدينه معلقة السمنة الاول ناخده تحميصة بيها كده فيطعم بالطوم الاول دي انا بحب اعملها الحقيقة فزي ما حضراتكو تشوفوا واللي رايحكو اعملوه هخلي بس الغطا كده شوية هنا كده موارب سنة تاخد بس غلوة كده وبعدين هنبدأ نخلي هنا المرأ يسخن في لحمة الراس وانا هبدأ اطلعها انشالها كده ممكن اخد دي وهاخد هنا كده طبق زي ده اطلعها فيه علشان نبدأ ان ايه هنديها بقى تشويحة كده لوحدها طبعا الطعم رائع البصل ده اصلا اللي مع المرأ عايز اقول لحضراتكو طعمه جميل جدا شايفين بسم الله المرأ ده بقى لما هنسقي بيه شوية روز ابيض بتاع الفتة وهنسقي بيه كمان العيش والفتة نفسها هتبقى حاجة كده ايه طعمها رائع خصوصا للناس المحبة ليه لحمة الراس طبعا المنكهات اللي بتتحط دي سواء مع المنبار زي ما عملنا قبل كده او مع اللسان او الطحال او كده وزي ما اتفقنا قلنا ان الطحال ماينفعش يبقى تخدش وماينفعش نحط فيه سكينة اثناء ما هو يكون لسه لحم علشان او لسه يعني فرش ما تسلقش عشان لو تخدش تصفى فمش هيبقى كويس يبقى ضر ماينفعش نستخدمه كده تقريبا انا صفيت كله بقى المرأة ده بقى انا هجيب كده ايه جنبي برضو صفاية ولا حاجة هصفي لما اجي اسقي بيه الحاجات اللي انا عايزة استخدمها هبدأ احط هنا كده وممكن نعمل شوية رز صغيرين هنا كده على المكان هنا علي بس النار وناخد بقى معاين اشوفوا معاين مين حبيبي كده بسم الله هسخن هنا ده انا سامعة اهو انا سامعة بتعمله ايه هاخد كده ممكن معلقة سامنة صغيرة مع الزيت تدي بس طعم للرز اهو معلقة كده لان طبعا انا هسقي بالمرأ ده المرأ الخاص بلحمة الرأس فهيبقى مطعم الرز كويس وهاخد معلقة زيت كويس عشان الرز يطلع برضه مفلفل وحي وهعمل شوية رز ابيض عادي جدا رز مصري بسم الله الرحمن الرحيم هديله بس تشويحة حلوة كده ده ورشة بسيطة بس من الملح لان المرأ انا طبعا منكه وطعمه حلو بس ايه رشة ملح بسيطة كده وهنقلب نديره تشويحة حلوة كده وهنا سايبقى العيش الخاص بالفتة بيتحمص جوه الفرن وهنا برضو هنجهز ممكن ننزل مقدير الفتة يا ناد ننزل مقدير الفتة علشان اصدقاء ماشي حبيبي نقلب كده تقليبة حلوة مقدير الفتة مقدير الفتة نزلت مع حضرتكو عندنا للروز ثلاث كبيات من الرز المرأ طبعا سواء حضرتكو سلقين مرأ كوارع أو سلقين مرأ لحمة أو مرأ لقبة أو مرأ لحمة راز زي مانا عاملة طبعا الملح والزيت أو السمن زي ما انتو حابين الصلصة عندي لتر عصير تماطم ثلاث معلق كبار من الصلصة ثم مفروم زيت وخل معلقة سكر مهمة عشان الحمودة بهرات وملح وفلفل طيب للتاشة انا هعمل النهاردة التاشة فتحة لها سمنة وتوم وخل وملح وفلفل فقط عندي لتحميس العيش عيش وزيت ممكن الناس اللي حب حاجة خفيفة بتعمله بزيت الزيت مع طوم انا بصراحة النهاردة يعني عاملها الوجبة حلوة يعني طيب عندنا سؤال حد طالب البامية بلحمة داني لسه حالا طيب إحنا طبعا البامية ده الموسم بتاعها وان شاء الله الالي عايز يخز البامية اللي عايز يجف بامية اللي عايز يستفيد من البامية يستفيد منها في الفترة دي لانها لسه يعني ما شاء الله نازلة هي وتيني الشوكي طيب إهم حاجة إن اللحمة داني لازم تاخد تشويحة إما هتسلقوها في الأول إذا بتحبوها تاخد نص سلقة وبعدين نسقي وناخد المرأ بتاعها ونحطها جوه طاجن أو حضراتكو عايزين تعملوها من الألف لليل هنشوح البصل مع شوية طوم حلوين مفرومين ونشوح فيهم اللحم كويس قوي هنديها رشة ملح وفلفل ونقلبها كويس جدا تاخد لها كده بس إيه تسوية خفيفة تسرد الميا وتبدأ تتشربها هبدأ البامية تكون متأمعة عندي ومتمام هنزل البامية بتاعتي ولما نزل البامية عايزة أديها شوية عصير ليمون جوه الخليط ودوقوا كده بس طمع حب صغيرين يعني عصير ليمونة كده أو ليمونتين تتقلب كويس جدا معهم وبعدين ضيفوا عصير الطماطم تكون متصفية كويس لتر مثلا عصير الطماطم متصفي وعايزين تدعبوا بمعلاقة صلصة ما فيش مشكلة أهم حاجة في البامية التوم وشوية الليمون مع طعم الضني ده بيطلع لوحده هو مش محتاج حاجة لو البامية كبيرة هتاخد تسوية اللحمة الضانية هتدخل الفرن واسبوها في الفرن وغطوها تتسلصل مع بعضها لو اللحمة هتاخد تسوية أيا كان النوع يبقى هنديها نص سلقة وهنسقي بالمرأ بتاع اللحمة هتطلع أحلى طاج بامية ضانية ولو حابين الحرسينها قطعوا بس قرنفلفل حر وإحنا بنشوحوا مع البامية والبصل في الأول هتستمتعوا بيها جدا هستسمح حضراتكم في استراحة بسيطة ونرجع إن شاء الله وعد الاستراحة نستكمل في الشغط التاني مستني يا حضراتكم ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة أنا صفيت المرأ زي ما حضراتكم شايفينه كده عشان يبقى ساهل علي طبعا اللي عايز يعمل شوية شربة لسان عصفور عايز يعمل شربة شعرية تمام صفيتهم عشان تبقى المرأ جاهز معي وسقيت منه الرز شوحته بس شوية كده حلوين بسم الله بصوا سقيت من المرأ ده الرز عشان يتشرب كده وقلنا كل كباية رز مصري جافة عليها كباية مرأ سخنة وهديت النار عليه علشان يتشرب بيبقى جميل وباقي المرأ أهو صفيته نبدأ دلوقتي بقى نعمل مع بعض الصالصة صالصة الفت بسم الله أيوة هاخد كده معلقة هنا خشب وهبدأ أنزل بأول حاجة شوية ممكن معلقة سمنة أو زيت زي ما أنتوا تحبوا بسم الله زيت عندي التوم بسم الله الرحمن الرحيم شوح كده يبقى لون بهبي بس حل ما نخلوهش يغير لونه قوي قوي يتحرم الريحة روعة هحط الخل وهنزل معلقة السكر والسلسطة من الأول عندي عصير الطماطم بسم الله الرحمن الرحيم نحن اللحنا ضربناها في الخلط ومصفينها و هنحط طبعا نقلب كده تقليبة حلوة وهناخد رشة كده ومعنا أستاذ أحمد أهلا وسهلا أستاذ أحمد أهلا بحضرتك أهلا بيك يا فندم الحمد لله أستاذ أحمد أهلا وسهلا الحمد لله يا فندم يا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أكبرك وصحة عملي الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب الحمد لله يا فندم ربنا يسعد أيامك دايما يا رب بخير وصحة وسلام وعافية يا رب كده أمين يا فندم لينا كل سنة وحضرتك طيبة وكل الأسرة وكل الطفل بزمانك طيبين يا رب تسلم يا فندم تسلم زوء حيوحك طيبة أسرتك كلها بخير يا رب ربنا يبارك في حضرتك يا رب طيب هسألك سؤال الأول الطريقة اللي خلت تطلع طريقة طيب أنا هسأل حدتك الأول الشرباط لما بتحطه بيبقى سخن ولا سائع لا بحطه سخن في سخن يعني البطبطة بيبقى سخن وشرباط بيبقى سخن بيغل حلق وبتغطيها بعدها ولا لأ بتتغطى ولا لأ بعدها بغطيها بعدها مباشرة بس بلأ يعني اللوش بتاعها بيبقى نشف قوي يعني بشكل الحجر كده شوي مهو الحجر ده بقى ممكن يكون عف الشرباط حضرتك بتحط قد إيه شرباط السكر أنا هنزل لك مقادير مظبوطة حضر يا أستاذ أحمد ممكن يكون الشرباط سكره زيادة فبيخليها تبقى كده بتحجر يعني لو إحنا عملنا المقادير كلها مظبوطة في البسبوسة ولقينا الشرباط نفسه هو اللي فيه تقيل يعني فيه ناس ساعات كانت بتزود مثلا نسبة العسل الجولوكوز أو نسبة السكر بتبقى زيادة يحجر البسبوسة برضو طيب أنا حاضر من عناية الاتنين طبعا حاجة شرفتني ونورتني وأنا هنزل لحطتك مقادير البسبوسة والفادية إن شاء الله هنزلك البيتزا يا فادية ننزل البيتزا الأول لفادية وننزل بعد كده مقادير البسبوسة الأستاذ أحمد بالشرباط يا نادا بصوا بقى أنا شلت الريم لما ظهر على وش اللحمة الراس وأنا بسلقها بعد ما حطتها في البوكي جرني الجزر والبصلايا والورق اللورة والحبهان وقعودين كرفس وشوية كرات شلت الفوم اللي بيطلع أو الريم ده عشان تديني شربة نقية زي اللي حضراتكم شايفينها دي أهي شايفين المرأ صافي ونقي زي وطبعا طعم ورائع بصوا سقيت الرز بينه وبدأ يتشرب بس لسه شوية أنا بس بوليكم شكله بيدي لون الدرجة دي عشان لون المرأ الدرجة اللون دي بتبقى دايما من المرأ اللي احنا سقيين به لو سقيت الرز بمرأ مش بمية تلاقوا لونه كده مسفر شوية الشكل العاجي ده مش الأبيض الناصع عايزين الأبيض الناصع يبقى خلاص هتسقو بالإيه بالمية تمام هقفل كده عليه شوية وهن عملنا الصالصة بتاعت الفتة حطيت معلقة السكر مهمة قوي خلينا نحط كده دقيقا حطيت نص مكعب مرأ هاخد رشة ملح وفلفل معي معانا حاجة سعاد أهلا وسهلا حاجة سعاد حاجة سعاد حبيبتي عاملة إيه إزاي حضرتك يا فاندم كل سنة وحضرتك طيبة كل سنة وإنتي طيبة يا بنتي ربنا يبارك ريتك كل سنة وإنتي طيبة أعسك أنا بحاول أكلم كتير بس ما بيبقى ليش حظ ده من حظي الوحش أنا بس أنا النهاردة حظي حلو عشان حضرتك كلمتين ده يا حبيبتي أنت عامل أيه كل سنة وإنتي طيبة يا بنتي وحضرتك بالصحة والسلامة والسعادة يا رب وإنتيك السحة وإبارك لك صحيتك بولادك يا رب أمين يا رب العالمين وإتقالك ما يحرمك يا بنتي أمين يا حبيبتي تقلبي تسلميني لو سمحت بس عيدة رب الحمد لله عيدة وفلة البكاتة من عنا بيكاتة اللحمة حاضر عيني عيني نزلها لحضرتك حالا من العيندي والعيندي نورتيني حاجة سعاد شكرا لحضرتك ولاتصارك يا فندم شكرا لك يا فندم نزل البكاتة الحاجة سعاد يا نودي البكاتة أهم حاجة فيها طبعا نوع اللحمة وهديك وصفة سهلة وبسيطة لحضرتك تعمليها إن شاء الله تطلع بيكاتة حلوة تقولي رأيك فيها بإذن الله لما تعمليها وإحنا كمان مخصوص وتشوفيها إن شاء الله الأسبوع ده بإذن الله بفضل الله البكاتة من من النوع الأكل الحلوة لسهلة بس أهم حاجة نحن نجيب نوع اللحمة يكون كويس سواء الفلي ممكن نستخدم شرايح البوفتيك اللي بتبقى يعني مش مدقوقة قوي بس تبقى كده خفيفة أو الفلي طبعا من الأساسي بتاعها ولازم نديها كده رشة ملح وفلفل وبهرات لحمة وبعد ما بطعامها عندي اختيارين إما إن أنا أبدرها بالدقيق ونزلها تتشوح في معلقة زبدة ومعلقة زيت فأقفل المسام بتاعتها وإديها كده أقفل أعملها زي طبقة كده كرانشي من بره أو إن أنا شوحها كده على طول برضو هأقفل المسام بتاعتها واشيلها من الطبقة ده وأبدأ أعمل بصلايا مع فصين توم وأبدأ أشوحهم كويس قوي وبعدين أبدأ أنزل المرأ اللي أنا حاسئي به علشان اللحم ده يستوي لازم يقفيه مرأة فعلى الأقل كباية أو كباية ونص أو كبايتين على حسب حجم اللحم برضو حيك تستخدميه كيلو أو نص أو أقل وبعدين هبدأ بعد ما أضفها بسيب اللحم فيه وبتبله كويس وبعدين بسيبها في الخليط ده لو أنا هعمل مشروم معها هشوحه في الأول مع البصل والتوم وهضف له عصير اللمونة واحدة عشان لو هو يعني مشروم بيحتاج التوم وبيحتاج عصير اللمون لو هو فرش هيبقى ممتاز لو هو مش فرش يبقى حديثك هتشتفي المادة الحفظة من الماشروم وهضفيها في الأول وبعدين نبدأ نضيف ننزل اللحم بعد ما نحط المرأ ننزل اللحم فيه ونسيبه يغلي ونزل الصوس متاع اللحم كمان اللي كان معاه أثناء التحمير بعد كده هبدأ عندي نص كوباية من الكريمة بخليها كده في الأواخر يعني قبل ما اللحمة تدخل على التسوية طبعا عندي صوس ديمي جلاس وعندي ملح فلفل بوهرات اللحم ورشة جوست الطيب دي كافية قوي للبيكات مش محتاجة حاجة تاني حضرتك هتلاقي اللون بقى بني فكرة الثي اللي بنبضره به في الأول عشان هي لما تنزل في الخليط تدين تقل لو حضرتك حبة ما تعمليهاش بصوس ديمي جلاس وتعمليها بمعلقتين دي في الأول هتحمريهم في الأول لما يبقى لون الثي ده بني خالص وبعدين نضيف المرأ وإيه وننزل اللحمة تاخد سواها وبعدين نضيف الكريمة آخر حاجة تغلي فيها كام غلوة ودقي أحلى بيكاتة إن شاء الله تعجب حضرتك تقدميها بقى مع خضر سوتي تقدميها مع ماش بوتيتو مع روز زي ما انتي حبت طيب بصوا أنا خلاص الصالصة وأهو هننزل عجينة الفيزا بس حالا اللي فادية وهنبدأ بقى نجهز لي الطبق بتاعنا معانا أنا لو هعملها على كيلو دقيق يا فادي لو هنعملها كيلو دقيق خمسة كوب وعندي معلقتين من السكر وعندي معلقتين من الخميرة وعندي كوبايتين من المية الدافية وعندي تلت كوباية من الزيت ورشة من الملح طيب في ناس بتحب تدعم ساعد باللبن البدرة أنا يعني إيه مش بحتاج إن شاء الله مش هتحتاجي وتبقى العجينة دي ممتاز هتنزلي عليها بنص لتر من المية تفضلي تضيفي مية دافية فترة لحد ما العجينة تتكور وما تبقاش بتلزق في إيدك وفيها تروى وحلوة لكن مش بتلزق وبعدين هاخد بولة حط فيها شوية زيت وحط العجينة دي وأغطيها لمدة ساعة تخمر في مكان دافي وبعد كده أبدأ قطع العجينة دي خمس أو ستة أو ثمان كور على حسب حجم الصينية هنعمل الصوص البيتزا عبارة عن طماطم بتتبقى كونكاسين نص سلقة كده أو لو عايز تعمليها بالصلصة مش مشكلة هنحط عليها ريحان وروزماري وزعتر ومعلقة صغيرة من السكر رشة ملح وفلفل وبقلب الخليط ده كويس ويبقى ده الصوص لو انتي مش عايزة تعملي صوص البيتزا ممكن تحطي الكاتشب يبقى هو كبديل للصوص وحطي الحشو اللي انتي عاوزها حبيبة قلبي ان شاء الله هتبقى جميلة معيك اهم حاجة احطي طبقة بتحت من الصوص الاول وما تجيبيش عند الحروف واخطي طبقة جبنة وبعدين الحش وبعدين طبقة جبنة تاني طيب انا كده قلبت هنا هنا بقى هشوح العيش كده تشويحها زي ما قلت لحضراتكو تحمص فانا هاخده كده احطه هنا واخط معاه بقى معلقة التوم واسقب شوية المرأ علشان ايه اطعم بقى العيش بتاعي اهو انا بقى ايه عبالما اعمل كده بصوا بس عبالما اخطت الخطوة دي قبل ما نطلع الفاصل هاخد كده شوية كده من التوم هنا ومعلش اسمحولي هاخد اه اين اللوش بتاعي اعتقد انا اهو بسم الله عايزين بس نقلب كده هاخد الاول معلقة كده بسيطة من الصالصة هنا على اللعيش سنة كده يديله بس طاع بصوا وبعدين هاخد من المرأ بتاع لحمة الراس اللي احنا صفناه كده هانا وهنبدأ بقى ايه نقلب الخليط ده كده مع بعض وقبل ما انا اقلبه شوية ويترب هستسمح حضراتكم هنطلع لاستراحة ونرجع بعد الاستراحة نقفل طبق الفتة بتاعتنا مع لحمة الراس اهو ونقق ونشوف الطبق البتاعنا اللي بعد كده نستني يا حضراتكم ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل بصوا نخط بقى العيش هنا بسم الله الرحمن الرحيم هندم بقى طبق الفتة كده لطيف وهعمل بس ايه حاجة كده لطيفة للحمة الراش تشويحة كده حلوة انا بسخن تاسا بصوا هحط معلقة سامنة كده زغننة كده فيها فاصين طوم حلوين كده تشويحة حلوة هنزل فيها لحمة الراش تاخد منطعم ده الكبازيل الترشة اللي من فوق الوش اهد وشو تشويح كده تشويحة حلوة وطبعا الروز هنا استوى حط بقى الروز سخن كده بسم الله الرحمن الرحيم اللي سأناه بالمرأ بسم الله طبعا بنديله تشويحة كده الرز ما تخطوش على طول بالزيت لابيض لازم يتدور شوية كده في النار عشان يطلع حلو يعني يطلع حلو فيه طعم وفي نفس الوقت ايه المفلفل ما يبقاش يعني معجن قوي تعالوا بقى هنا شوحت الحاجات الحلوة دي هاخد بقى حبة الحاجات الحلوة دي هنا بسم الله شايفين ازاي على طبق الفتة عندنا المصور نهار شوية بدأ يا نهار ما نهار حاجات بسيطة بقول ياه طيب وناخد بقى ايه ممكن بيانشيل بقى دول كده وناخد هنا باللوش كده حبة صاص كده خفيف الصرصة على الوش كده وطبعا صحة وهنا على ايه قلب حضراتكم طبق بقى ايه يعني بالهنة والشفة للي ايه هيجرب نقدر نستفيد بالمرأ اللي موجود ده كمان ما نرنيه نقدر نعمل عليه شربة نعمل عليه رؤاء نعمل عليه اي حاجة يعني قصد انه الحاجات الجميلة دي مش بين ايه طيب فيه ناس ممكن تحب تعمل لحمة الراس دي ما تقدمهاش على الفتة هتعملوا نفس الخطوة اللي انا عملتها تدوها بقى شوية بصل وطماطم دخلوها الفرن تتنشف شوية فيبقى طاجن لحمة راس دي برضو من الحاجات الجميلة فيه ناس كتير بتحب تعملها يدخل الفرن ويطلع طاجن لحمة راس من غير ما يبقى كده مع الفت بسم الله تعالوا بقى نقدم الطبق بتاعنا هنا ونعمل طبق كده لطيف سريع من الأطباق اللي هي السريعة ونستفيد بها في عجينة الباف بستري عجينة الباف بستري أو الرقائق الهشة دي اللي هي بنعمل منها الملفية بتتبع جهزة في منها بتبقى مربعات يعني مربع كده صغير على قد كف الإيد كده والمربع ده بننفع هنعمل منه زي الصنبوسات والحاجات أو نعمل مثلا منها في قطة بتبقى على بعضها تعالوا كده ننزل المقادير أولا نخلط البريك الأول نطلع البريك الأول بس أهم حاجة جهزونا مقادير البسبوسة وال اللي طلبت مننا بعد إذنكم ممكن ننزل البسبوسة طيب قبل ما نطلع البريك عشان نبقى جهزين معنا البسبوسة الأستاذ أحمد الدباكي وفي طريقة تانية أنا إن شاء الله هنزلها لحضرتك مخصوص إكراما لك أستاذ أحمد على الصفحة الشخصية عندنا كوباية وربع دي بسبوسة نص كوباية من السمن مع علاقة عسل نحل نص كوباية من السكر نص كوباية زبادي جوز هند ناعم أو يمكن يبقى معلقة أو معلقتين بكتير أو معلقة واحدة معلقة بيكينج باودر المكونات السيلة يعني يفضل السمن تبقى مزابة ونحط معها الزبادي ونخلط الخليط السائل لوحده وبعدين نضيفه على السميد وتتقلب بالإيد كده لم وبعدين ندهن الصناية بالسمن وبعدين ننزل الخليط ونخبط الصناية كده تدخل الفرن الأول حرارة 180 تاخد بس الحروف من كده تبدأ تحمر نبدأ نقيل نشغل الشواية على الهادي الشربات بتاعها احنا مش منتقل شربات البسبوسة يعني محبش حط نسبة السكر كتيرة لأنه محتاج شربات خفيف من شربات تقيل زي فممكن نعمل المياه كوبية ونص كوبية سكر وعصير لمون ورشة من الفانيليا حسب الرغبة الشربات لما عبان ما بيغلي وياخد غلوته على النار بنبدأ تكون البسبوسة هتبدأ تطلع بنسقيها ونقفلها ما نحط سكر كتير بس في شربات البسبوسة هي ماش محتاجة يعني فيه ناس بتدعم بس بمعلاقة عسل أبيض أو معلاقة عسل جولكوز أنا حطتها في المقادير نفسها عشان تبقى يعني عامل مساعد لها إنها تخليها حلو دلوقتي بقى نستسمح حضراتكم في استراحة بسيطة ونرجع بعد الاستراحة نستكمل صنفة حلو وبسيط وسهل نقدر نعمله في البيت بعجينة الباف بستري نستنعي حضراتكم أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية درقتي حنعمل وصفة كده لطيفة ممكن تتعمل بالبسكوت وممكن نعملها بالعجينة الباف بستري دي اللي ممكن نعمل منها معالي هي بتتبع كده برسو شكلها بتتبع كده منها بلوكات كده زي زي كده وبنقض بقى نفردها احنا تعملوا بقى فيها زي التارت تعملوا منها مثلا زي الفطاير صغيرة وتحشوها بالتفاح مع القرفة والسكر تعملوا فيها مرباط تعملوا فيها اي حاجة انتوا عايزين هي سريعة وبسيطة وسعرها مش غالي بتتبع في السوبر ماركت وسهل عن اي عجل ممكن تعملوها في البيت انا نهارده قلت استغل شوية كده مية الكمبوت هبدأ انزل كده شوية عندي هنا كومبوت الاناس هاخد شوية كده منه اعمل فيهم شوية كريم باستري او كريم باستير اقلبهم كده معاه عايزة بس ايه اقلب كده شوية حلوين على البارد الاول قبل ما يتضافه على النار حاجة كده شبه الكاستر ممكن تخلطوه مع الكريمة فيبقى شوية كريم المقذير عندي مانجا لو في مانجا يعني مانجا نزلت بس مش عارفة اذا كانت حلوة لا لا انا مستخدمها النهارده ساوس للمانجا كده عاملينه بالمانجا اهو بصوا بقطع المانجا ليه ما كانتش حلوة يعني وصلناها زي المرحلة اللي فيها ساوس بالسكر وحطينا دعمنا كده بلون نقطة واحدة من اللون البرتقاني عملتها كده محتاجة بس المضرب السلك يا أولاد مش عارفة هم حطوا نهولي فين اهو محتاجة مضرب سلك ده ولي بسم الله تمام لنبسة جزء كده كده بصوا ماشي شغال هنأخذ ده مكان ده كده شوية كده حلوين وانا هنا ممكن استخدمها مكان البسكوت وممكن عملها طبقات طبقتين كده فوق بعض وتتقدم في طبقة تبقى شكلها لطيف قوي يا نهرب يد هليني أخذ من الزبادي ده هنا عندي كوباية واحدة بس من الزبادي هخلطها معاك وهاقلب تقليبة حلوة ممكن بقى نعمل كده هاخد كده بايركس انتو أخذتوا البايركس بتاعي حبايب قلبي طيب خليني أجيب واحد تاني بصوا هعمل هنا هفرفت كده العجينة دي بتاعت الباف باستري دي هخليها طبقات هاخد واحدة تحت الأول ممكن يتعامل كاسات بتبقى حلوة قوي ممكن يبقى طبق كده ساقع مرطب في الحر اللي احنا فيه ده بصوا أنا كل اللي عملته هوريكو فردت كمان العجينة ازاي بس أقلب ده شوية لحد ما عملتها بالشكل اللي حضراتكو شايفينه ده بصوا كده علشان ايه اهو تعالوا بقى اللي حضراتكو شايفينه ده هناخده كده وهاخد معاه حاجة أصب بيها بسم الله على العجين هنا هعمل كده أنا عملت ده بمية الكمبوت بصوا هسقي كده شوية وهحط من شرايح الأناناس دي شوية كده حلوين كده حاجات بقى مرتبة مش عايزة الميموية الكمبوت دي ممكن استفيد منها في عصير حلوة جدا على فكر يعني تضاف لأي نوع فاكة حضراتكو عايزين تعملوه كعصير هاخد كده وبعدين هاخد شوية طبقة كده بسيطة الطعام هنا كده من المنجة في النص كده وبعدين هكسر تاني طبقة يبقى حاجة كده سقعة جميلة بطيفة جدا نحط الأول البافي بيدي طعم حلو قوي بيطريه بس بيبقى ما بين القرمشة والطرايات حاجات بسيطة كتتين اشتة من فوق حاضر او النبي حاضر هنحط كده شوية حلوين عايز اه ممكن جدا على فكرة هي يليق معها جدا خلوا بالكم ونحط بقى الكمبوت بتاعنا تقلقوش خلاص كل شيء تحت السيطر ماشي حبيبي هبت بقى كده اه عايزين تخطوا مكسرات عايزين تخطوا حاجات بندق مثلا لوز يليق معها قوي البندق واللوز والسوداني كل داي ليقوا عايزين تعملوا مكان السوس ده، السوس بتاع لا لما بيتحمص ويتحط معا لوز وبندق بيبقى تحفا السوداني فوس دول بيبقى ده طعم سبحان الله رائع تعالوا كده دول هنزيل بيهم في الآخر هاني بقى اخد هقلل تقليبة حلوة كده لالمانجو بقى المانجا دي الواحدها طعم خرافي وصوا بقى ونزين بالكريم شانتيلاسy احنا ما عملناش حاجة ناخد هذا يا كريم شانتيلاسي مضروب ده بقشتة بالدي او قشتة كريمي اللي انتو حبيينه احنا عندنا طب انا هعرف دلوقتي انت هتعرف ولا لا بقى طالما قلتني انك زواقة قماشي خلاص يلا انا هنتظر اهو بصوا بقى نحط كده تعالوا بقى ناخد كده ايه نشيل دول بس هوري حضراتكم سريعا انا فردت دي عشان بس تبقوا عارفين معلش دول هن ايه هنجرنش بيهم هنا بصوا خدت كده رشة من الدقيق وحطيت دي فردتها عليها بالمردلة كده بدت فرد بصوا سهلا ازاي عجينة لطيفة جدا بنسيبها بتاهد ده بس في التلاجة على الرف في التلاجة شوية وبعدين نبدأ نتعامل معاه انا قسمت العجينة دي نشيل بس ده قسمتها علي اتنين ازاي بالسكينة عملت كده خلاص واخدت كل نص من دول على صاج بس قبل ما حطتها في الصاج عملت كده بالشوكة عشان ما تتنفخش جامد اذا انا عايز اعملها طبقات انا ممكن اعملها زي طبقات الملفي كمان احطها فوق بعض وتبقى زي طبقات الجاتول ملفي بالزبط كذا طبقة افرد العجينة دي كمان زيادة عن كده شوية انا بس عايزة ديها شوية هشاشة عشان تبقى جميلة اهو عملت زي ما وريت حضراتكو كده ودخلها الفرن تاخد بقى تطلع تعلم معي تطلع الشكل اللي حضراتكو شفتوه بالزبط نفس الشكل اهو على الصاج بسم الله وهي مش محتاجة حاجة ايا فيها الزبط وفيها كل حاجة اهو اهي هدخلها الفرن عجينة بسيطة بتحل ازمات في المناسبات وبتحل ازمات في الاوقات اللي الواحد ديبقى مزنونة تعالوا بقى نعمل معلاش اخر حاجة بس نزين بيها اذا تكرمتو خدتو المقص بتاعي فين يا نجو ماشي يا نوتي كان الناحية التانية مش لقياه ماشي يلا بينا هنعمل كده داين بس ميدور وردات كده سوغنونة ممكن بقى الوردات دته تحط عليها شوية متكسرات زي ما انتم ح �지도 كده ونحط بقى أناناس صح كده أوكي كده وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم تكلوب ألفة هنا وشيخة لا لوحدك لا عشان فيه ناس هنا ماشي تفضلوا وأتمنى يا رب أنها الوصفة تنول إعجابكم جربوها على فكرة الحاجات دي بتبقى سريعة وبسيطة بتنقص جدا في المواقف الصعبة لما يبقى فيه ضيوف كده مفاجئين الواحد بيتصرف يعني بحاجات سريعة وتبان كأنها بس طعم كمان حال النهاردة عملنا الفتة بكل التابس بتاعتها وطرقها للمشافهاش الحلقة اللي فاتت وطلب مني وعملنا لحمة الراس طريقة لطيفة كده وقدمناها مع لحمة الراس دي ما حضراتكم شايفين وعملنا كمان صنفة حلوة بسيط خفيف بعجنة الرقائق الهشة وقدمناه مع الكمبوت ومع الكريمة ومع الكريم باتسير وشوية المانجة اللي عملناهم بالصاص مع شوية سكر واللون جميل إن شاء الله رب تستمتعوا بيها مرتبة وأتمنى يا رب الوصفات تنول أعجاب حضراتكم منينا الحلقة جديدة أتمنى من الله والله يكتر على الله أشوف حضراتكم على الألف خير وصحة سلامة وسعادة وصلاة وعليكم